لما حدث في الفترة الاخيرة بعد الثورات العربية اللي حصلت وظهرت الخلافات اللي كانت مدفونة تحت السطح وان كانت كانت موجودة وهي بعض الافكار بين المسلمين فاصبح كل من له فكر بيتكلم محدش بقى ايه بيكبت احد ومش كده وبس واصبح كمان عنده القدرة انه هو يؤثر بهذا فكري في الواقع واحنا عارفين ان عندنا فكر نشأ في وصف الامة من حوالي امتين وخمسين سنة او اما قربت الايه التلتمية سنة بالتحديد من الف سبعمية وخمسين ميلادية وهذا الفكر اللي بنسميه احنا الفكر الوهابي الفكر الوهابي ده نشأ حركة الوهابية دي حركة نشأت في نجد سنة الف سبعمية وخمسين او اتنين وخمسين ميلادية بزعامة احد الافرار اللي كان بيتعلم علوم الدين وابيه كان عالما من علماء الدين واخو سليمان بن عبدالوهاب كان عالما كبيرا من علماء الدين ولكن محمد هذا انشأ فكرا يخالف اجماع الناس وتزعم هذا الفكر وخرج على اجماع المسلمين بفكر جديد وتعريف جديد للتوحيد ما كانوش يعرفوه قبل كده المسلمين المسلمين طولهم الموحدة ربنا لكن هو جاء بتعريف جديد وفكر جديد ثم صادف في هذا الوقت ايضا نشوق قائد في بلاد نجد اسمه عبدالعزيز السعود يريد انه هو يعني يفرد سيطرته على اراضي الحجازية ويبقى ليه القيادة السياسية وفي نفس الوقت كان الانجليز يريدون ان يقضوا على الخلافة العثمانية علشان يمكنوا اليهود من انه هم يعيشوا في فلسطين طول ما في خلافة ما كانوش يقدروا اليهودي يكون لان الخلافة جمع المسلمين حد الشيء يقدر يخترق فاراد الانجليز انهما يقضوا على الخلافة العثمانية تمهيدا لزرع ايه هذا الجسم الغريب في الامة والخلافة العثمانية كانت في هذا الوقت بدأت تضعف فلما وافق هذا كله ظهور نجم محمد بن عبدالوهاب ويخالف اجماع المسلمين وبعدين ضد اهل البيت لان لا يرى فيهم يعني مزية على احد والاراضي الحجازية كان يحكمها اشراف حسنيين من لدن الخلافة الاموية الحاد الفكر الوهاب فكان هو يريد ان هو يعني عبدالعزيز السعود ليس من اه من اهل البيت وليس حسن ويريد ان هو يسيطر على الاراضي الحجازية فلابد ان يبقى فيه فكر طالع جديد يقولك ان اهل البيت دول ليس لهم يعني مزية معينة ودول كسائر المسلمين وبالتالي نبقى نخلص من من الجماعة دول ونمكن للاراضي الحجازية من ليس من اهل البيت. انا بحكي لك فكرة تاريخية قديمة يعني. فالمهم الخلافة العثمانية كانت تبجل البيت وتوقرهم وتحبهم ويغلب عليهم التصوف. محمد ابن عبدالوهاب كان يكره المتصوفة والاولياء ويعتبر البيت كسائر المسلمين. ففكره يناسب ايه ما ذهب اليه الانجليز من القضاء على العثمانيين لانه فكره يخالف العثمانيين على كل حال. فحصل تزاوج بين هذه العقيدة الغريبة اللي طلعت وبين عبدالعزيز السعود ومكنوهم بالسلاح من انهم يسيطروا على الاراضي الحجازية وتاريخ نجد مشهور ومطبوع. ممكن تشتريه وتقراه. وهم حيحكوه لك. كيف انهم منعوا الناس عن الوصول الى اه الاراضي الحجازية والحج. وقتلوا تلاتين الف حج معتمر جايين يحجوا على اعتقاد انهم مشركين. قتلوهم بزي الاحرار. باستلاح الانجليزي. مما استدعى ان الخليفة العثماني طلب من محمد علي الكبير وكان بيحكم مصر في الفترة دي انه هو يفتح طريق الحج للناس لانه كان عنده جيش قوي فبعت لهم ابراهيم ابنه بقيادة جيش كبير من المصريين في معركة اسمها مراكة الدراعية يمكن انتم تعرفوا. عشان يفتح طريق الحج للمسلمين لانهم قطعوا طريق الحج على الناس. عدة سنوات. القصة معروفة فانت ممكن تشتري تاريخ نجد وده اكتب مطبوع. بمرور الاوء الوقت اراد الله ان فعلا يقدع الخلافة العثمانية قضي على الخلافة العثمانية وانتهوا منها. ثم فرقوا المسلمين الى دول وشيع وكل مجموعة خدت قطر من الاكتار. علشان يسهل قيادتهم وسياستهم بالطريقة التي يعني يحبها حكام الغرب واعداء المسلمين. وصادف ايضا زهور البترول. فكسرت الاموال. فالاموال دي استخدمت لنشر هذا المذهب. بمطبوعات لا حصرة لها. فانتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم. وهو مذهب يخالف ما عليه اجماع المسلمين. لكن انتشر. وافق ضعف المسلمين. فرقة بالمسلمين. انتشار الاموال. كسرت البترول. نجاح اهل نجد في السيطرة على الاراضي الحجازية. واطلق اسمهم عليها يقول لك السعودية. ودي قبيلة صغيرة من قبائل نجد. خلوا جزدت العرب كلها اسمها السعودية. على اسم قبيلة. ثم لما انتشر البترول وحصل عمران اصبح هناك عقود عمل تأتي اليها من جميع جنسيات العالم عشان يعيشوا في البلاد دي. فتوارد اليها جميع جنسيات المسلمين. فعاشوا هناك وابدوا اموال البترول مرتبات. فتشربوا الفكر الوهاب. فلما عادوا لبلادهم عادوا بهذا الفكر متشبعي. فانتشر في كل بلاد المسلمين. للاسف. في حين. عدم نشاط للباقي العلماء في وسط العامة. نشاط العلماء التانيين كان نشاط كالرصوف كتابة مؤلفات في الرد على هذا المذهب. ولكن احنا في زمن الناس لا تقرأ. فاصبح المذهب ينتشر والمؤلفات تكسر ولكن لا يقرأها احد. حتى وصلنا الى هذه المرحلة. تسمع مسلا ان في ليبيا الوقتي قاعدين يفجروا قبور الاولياء. واحنا عندنا انتهاك حرمة قبور المسلمين ده من الكبائر. المسلم ميت حرمته كحي سواء بسواء. تاعتقاد المسلمين كده? اعتقاد المسلمين ان نبش القبور من الكبائر. اي قبر مسلم فما بارك لو كان قبر ولي او من البيت يكون اشد قبحا. اذا كان المسلم العام العادي العاصي فاعل الكبائر الذي مات مصرا عليها ودفن يحرم نبش قبر. والاقتراب منه. لان مسلم او حرمة او حرمة المسلم ميت كحرمة حي. فما بالك ان دول اصبحوا ينبشوا القبور. وايه? واش كده? ده بيفجروها بالنيران. ثم بعد ذلك يسووها بالارض. ويعتقدون انهم يفعلون ذلك حفاظا على التوحيد. لانهم في اعتقادهم ان زوار القبور يعبدون المقبورين. وما حصلش ان المسلمين عبدوا مقبور ابدا. المسلمين تقول انها عارفين ان ربنا حي لا يموت. وهم بيزوروا الميت وعارفين انه ميت. فازاي انا اقول ان ربنا حي وزور ميت واعتقد انه هو ربنا. ازاي دي تعتقد? ما حصلش. ما حدش. ما حدش عبد مقبور ابدا. ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو افضل الخلق. خلقه الله. لم يحدث ان الناس اشتبهت عندها مشكلة ان يعبدوا المقبور ابدا. اولا الله ليس لا يموت. ثانيا الله ليس بجسم. والله لا في جهة. وبالتالي ازاي انا وانا رايح يسألني انت روح تزور فيهن اقول له فلان مات حزوره. طب فلان مات اللي حزوره ربنا بعبده. طب ما انا عارفه فلان ومات. المهم هو نشأ في ذهنهم فكر غريب. ان زيارة القبور والتوسل بالموتة. ده شرك صريح واللي يفعل كده يدقى كافر. وهذا يخالف ما عليه الامة. على مرة العصور. واصبح لهم صولة. يعني مفتي ليبيا متشبع بالفكر الوهاد. تصور انت بقى مفتي ليبيا متشبع بهذا الفكر. وبالتالي يخشوا على قبر سيدي احمد زروق يفجروه. سيدي علي الاسمر يفجروه. هنا في مصر يمكن من حوالي سنة سمعته ان اعتدوا على بعض قبور الناس الاولياء في محافظة القليوبية هنا في مصر. فلما حصل الحكاة دي من سنة انا طبعت الرسالة دي ووزعتها على الناس. لكن يبدو ان الناس ما بتقراش. هذه الرسالة انا سمتها ايه? حول قضية هدم الاضرحة وما فعله السفهاء منا. هذه الرسالة انا طبعتها منذ عام. وطبعت منها خمس تلاف نسخة. وزعتها على كل من اعرفه ولا اعرفه. حتى انها وصلت لمالي والنيجيريا. وللسودان. وبعتها الناس في ليبيا. وناس في الجزائر. في كل حطة. لكن يبدو ان الناس تاخد الحاجة وما بتقرهاش. لان من الناس اللي هم قريبين مني وديتهالهم يسألوني اسئلة تدل على انهم لم يقرؤوه. فيبدو ان الواحد بياخدها تبركا ويشيلها في جيبه وخلاص. وبقينا في زمن الناس تحب تسمع اكتر ما تقرأ. فبناء على ذلك. لما حصلت الطامة الكبرى في ليبيا. واحنا الوقت الاتجاه السلفي اصبح ليه احزاب في مصر. ويمثل احزاب سياسية. وحيبقى ليه يد تنفيذية في بلدنا. لانك عندك حزب الاصالة وحزب النور. دول سلفيين. متأسرين بالفكر الوهادي. ولو ادعوا ان هم مش متأسرين. لكن هم بيقولوا بهذا الفكر. واخد بالك. فاحنا بناء على ذلك قررت ان هذا الدرس وااجل صعي البخاري. وحقرى لكم هذه الرسالة. عشان انتم بتكسلوا وتقروا لوحدكم. وهعلق عليها. ده موضوع الدرس النهارة. وبرجاء نشر هذا الموضوع لكل الناس. اللي ليه اتصال بالنت ينزلها على اليوتيوب. وينزلوها في كل حتة. علشان هذا الفكر بقى موجود في الجزائر. وموجود في مالي. وموجود في نيجيريا. وموجود في كل بلاد المسلمين. وموجود في بلدنا. وهذا الفكر استباحة واحل دماء المسلمين. وعمل فرقة شديدة. احنا كنا بنكتفي بالمطبوعات ونسكت قبل ما كان لهم يد تنفيذية في بلدنا. انما الوقتي اصبح ليهم يد تنفيذية. بعض الوزراء منهم. وبعد المسئولين بقوا منهم. وبعد شوية يمكن نلاقي وزير الداخلية يطلع منهم. وبعد شوية تلاقي وزير مش عارف ايه يطلع منهم. وبعد كده شوية رئيس الجمهورية يطلع منهم. فهتبقى مصيبة. وبعدين هذا يؤدي الى صدمة المسلمين في عقائدهم. تصور انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك. كويس. حوش كده احنا بنتسمي المخبرة اللي بنتفن فيها قريبنا تسميها حوش. مش كده برضو. افرد انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك وقفلوا بحيطة وحطت عليه بوابة. ترضى حد يجي يقتحم البوابة دي. ويخش ببلدوزر يطلع رفات اجدادك وابائك. وبعدين مش كده وبس ده بعضهم بيفجروا. على الدعاء ان الاسلام امرنا بكده. الاسلام امرنا ننتقى في حرمة الموتة. وندخل على الناس فيما يملكون. وبعدين نفجرها ونهدف الجدران. الاسلام امرنا بكده. ازا كان الاسلام امرنا بكده يبقى احنا حاجة بالاتنين. يا جهلنا الاسلام. يا اما احنا اعداء للاسلام وبنتمحك في الاسلام. يعني هما يا جهلة يا اما اعداء للمسلمين. مفيش احتمال تالت. يا جهل نعلمهم يا اعداء للمسلمين فهم العدو فاحذرهم. واضح? فاذا كانوا جاهل احنا حنعلمهم. وحنقرأ لهم ادلة العلماء على مرة العصور. ونحللهم الاشكالية اللي في ذهنهم المتعلقة بالاولياء وزيارة الاولياء.